هل الأمر لما نتحدث عن تغيرات مناخية بالدرجة الأولى نتحدث عن شيء مرتبط بأمننا الغذائي والأمر الذي يستدعي ويستوجب على كل الدول خاصة الدول الكبرى أنها تلتزم بما يتم من مخرجات ضمن قمم سابقة التي تكون دائما في قمة المناخ هل الأمر حتى نصل إلى تنفيذ كل هذه الاتفاقيات يكون بالدرجة الأولى بمدى تنفيذ الالتزامات وعلى الدول الكبرى أكيد أنها مجبرة على تنفيذها نعم يعني صحيحة دول النامية ليست مسؤولة للتغيرات المناخية الانبعاثات الغاز الموجودة لتغيرات المناخية نتجان الدول المتقدمة مئة عامل الطورة الصناوية وهناك فرازات كما ذكرت سالفا في اتفاقية باريس كان هناك استحداث ميكانيزمات لتمويل التغيرات المناخية من خلال الصندوق الأخضر للمناخ هذا الصندوق لم يلبي متطلبات الدول النامية كما قلت لك كان مئة مليار دولار فقط 25% منها نفيدها ولكن كما ذكرت في الكوب السابقة في غلاسكو كان هناك نقطة تجادل بين الدول من بينها التمويل وكذلك نقطة أخرى هي العلاقات وميكانيزمات الموضوع فيما يخص الصندوق الصندوق للتكييف بحيث هذا الصندوق التمويل ديالو ضعيف جدا الآن رهو 700 مليون دولار التمويل هذا الصندوق لا كان لابد من يكون من ميكانيزمات المستخرجة من البند السادس التفاقية باريس وهو يلخص يعني نقدر اللخصه والعلاقات بين الدول في الكميات المسموح إليها لإنبيعاتها وكانت 5% من هذه الأموال الناتجة تكون ذهبة داتهم إلى الصندوق التكييف وهذا الشيء لم يجسد في هذا الإطار هذه القيمة المناخ ستكون منعطف لتجسيد لأن بعض الدول حقيقة اعترفت بأن المجهود الموجود الآن لتمويل ضعيف جدا لا يلبي استلزامات الدول النامية طيب لماذا في اعتقادك أن هذا الأمر لا يلبي احتياجات الدول النامية بالرغم من أن هذه الدول لازالت تعاني من تغيرات مناخية لما نتحدث عن دول تعاني من شح أمطار دول أخرى تعاني من فيضانات كلها تصف في تغيرات مناخية اليوم الدول الضعيفة رهي تدفع تكلفة هذا التغيرات المناخية حتى وإن لم تكن من بين الدول تجعل من بين المسببات اللي رهي تحدث اليوم في هذه التغيرات المناخية نعم احنا دول يعني أعطات قيمة لمتطلباتها هي يقدر ب700 مليار دولار لتلبية الحاجات الآن هناك نقاش إلا على مئة مليار ولا ما يخفلكش أن الواقع في هذه القمة يوافق الواقع جيوستراتيجي يعني مع الحرب بين روسيا وقرانيا ما ارتفاع أسعى الغاز والبيترون نلاحظ أن هناك دول اللي كانت سباقة في المحاربة التغيرات المناخية قامت بإعادة افتتاح مصانع للفحم يعني هذا لا يسك في إطار محاربة التغيرات المناخية هو من بين التعهدات اللي كانت في القمة قمة كوب 26 في غلاسكو التخلص تدريجي من استخدام الفحم أحد أكثر أنواع الواقود الحفوري تلوثيا بالإضافة إلى عديد من الأمور التي جاءت ضمن تعهدات في قمة غلاسكو السابقة لكن بعض الدول لم تأخذها بعين الاعتبار لازم تعرف بأن اتفاقية باريس تنص على أن تخلص من 45% من الإبعاتات الغازات على أفاق 2030 وهذا يعني يكون هناك احترام لهدف اتفاقية باريس وهي درجة الحرارة لا تتجوز 2 درجة حول العالم يلتحق بنا الآن من مصر الأستاذ أشرف بودوح الإعلامي مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا أهلا بك بداية أستاذ أشرف بودوح نتحدث عن قمة المناخ ومدى أهميتها وخاصة التوقيت التي تنعقد في هذه القمة وقع الأمر أن قمة المناخ التي تنعقد في شرم الشيخ هي حظها أنها في ظروف حتى سياسية عالمية ظروف بالغة الضغط والتعقيل على دول العالم وده الأشارة لي حتى الرئيس عبد البتاح السيسي في كلمة الافتتاح اليوم قمة المناخ معروف أنها إذن عقد السنوين فلا تنفذ منها يمكن 20% من توصيات القمة مصادقة لهذا الأمر اختارت مصر أن يكون عنوان هذه القمة هو التنفيذ تنفيذ كل التزامات جلاسة من ما أشاركم إليه مع ضيف الكريم من تقليل استخدامات الفحمة تقليل من الحفاظ على الغابات بالنسبة معينة أيضا عدد من الإجراءات البيئية اللي ينبغي أن يلتزب بها الجميع وأيضا وضع بند التمويل للدول النامية التي تضررت من توحش الدول الصناعية وإجراءاتها في تسابقها الصناعي اللي أثر بالقاطع على قارات منها قارة أفريقيا وهي الأكثر القارات تضررا في موضوع التأثير المناف والبيئة لأنها أفريقيا إلى الآن ما زالت لأوروبا وأمريكا أنها قارة للمواد الخام أفريقيا أقل قارتنا في ظهور منها الإنبعاثات المناخية السلبية فكثير من الدول العالمي الثالث هي التي تضررت تقرر أن وضع 100 مليار دولار زي ما أسلف ضيفك إنما هل هذه الأمور تنفذ اخترت هذه القمة بمشاركة 120 زعيم الزعماء العالم و30 ألف شخصية أن يكون دي قمة التنفيذ لأنه إذا كان الشتاء القادم بعض خبراء المناخ وضع عنوان خطير جدا وقالوا نحن قادمون على شتاء الموت لبعض الدول خاصة في الكريبي والدول المتشاطية في الأطلنطي والهادي فإذا تأثيرات المناخ أصبحت تأثيرات مهددة لابتلاع عدد كبير من دول العالم وتأثير مباشر على تهديد شعوبها فإن لم يكن فيه إرادة لتنفيذ هذه التوصيات سيكون شيء صعب جدا طيب مع النقاشات النقاشات أكيد متزال متوصلة على مدار فعاليات أو أشغال قمة المناخ طيب لما نقول قمة التنفيذ هل اليوم قادة الدول المشاركين ضمن قمة المناخ ومن بين الدول كذلك التي تتحمل جزء من مسؤوليتها في عدم التزامها بتنفيذ تعهدات قمة جالاكسو الآن هم مجبرون على التحلي بروح المسؤولية من خلال العمل على تنفيذ تعهدات من مخرجات قمة المناخ كب 27 أستاذ أشرف أبو دوح طيب سنعود لك مرة ثانية نعود مرة ثانية لضيفنا الأستاذ عبد الرحمن بقدوم المدير الفرعي بوزارة البيئة لما نتحدث عن قمة التنفيذ الكل ينادي بضرورة أن يتم العمل على تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال اليوم مشاركة الجزائر ضمن قمة المناخ ونجد أنه لما نتحدث عن الجزائر الجزائر ليست في منأة عن كل التغيرات المناخية التي تعيشها اليوم عديد من الدول هذه المشاركة إلى أي مدى ستجعل من الدول خاصة أن نتحدث عن الجزائر نتحدث عن القرى الإفريقية ككل التي اليوم من بين القرارات التي لديها انعكاس بشكل مباشر وتعاني من تغيرات مناخية والأمن الذي يدركه الجميع أولا الجزائر تطابة من دول القلائل في الدستور الجزائري يذكر كلمة تغيرات المناخية مناخية صحيح في هذا الإيطال الدولة الجزائرية وضعت استراتيجيات استراتيجيات يعني هناك استراتيجيات التي تتلخص في المخطط الوطني للمناخ وهي 155 محوار لمحاربة التغيرات المناخية محاور تخص بالتكييف لتغيرات المناخية ومحاور خاصة بتقليص انبعثت الغازات في هذا الإطار هي دولة جزائرية من خلال وزارة البيئة والطاقات المتجددة قامت بتنفيذ هذا المخطط من 2020 في هذا الإطار يجب أن يكون في علمكم بأن هناك مخطط وطني لمحاربة التغيرات المناخية الذي يكون عنده مخططات على المستوى المحلي بالتغيرات المناخية هذا ياخد بعين اعتبار الطبيعة المحلية للمحاربة التغيرات المناخية بذات وزارتنا هي وزارة يعني لوكموتيف لتغيرات المناخية ولكن هذه تغيرات المناخية هي شأن كل القطاعات إذا يعني شفت المخطط الوطني للمناخ أحطلح أن كل القطاعات اقترحت قدمت مقترحاتها قدمت مقترحات تغيرات المناخ لمحاربة التغيرات المناخية وفي هذا كل هذا يصب في إطار المساهمة الوطنية لدفعة الجزاء في إطار التفاقية باريس وهو فيما يخص تقريص الغازات بسبعة بالمئة عندما يكون هناك يعني سبعة بالمئة بأنفينس مو يعني نحن نكون تموين داخلي ويقدر يوصل إلى 22% إذا كان هناك تموين من الخارج طيب أستاذ عبد الرحمن بقدم ما مدى تنفيذ هالمخطط الوطني؟ الآن هذا المخطط الوطني بالنظر لما جاء فيه وفيه مقترحات كذلك لعدة قطاعات نعم هناك في هذا المخطط هناك محاور قامت بها الدولة الجزالة الآن مزارة البعاء والطاقات المنتجدة في إطار تحيين هذا المخطط يعني باش نشوف أي محور أو أي هدف قد سجل أو انتهى منه يعني المخطط يعتبر المدة القصيرة متوسط والطاويل الآن أنا نقوم كما تكرت لكم أنا نقوم بتحيين هذه الأهداف المسطرة في إطار المخطط الوطني للمناخ طيب التحيين على حسب الأهداف هل بلغ أهداف والمخطط الوطني؟ الآن ما نقدش نقول لك لأننا نرى في إطار التحيين ولكن هناك أهداف يعني مستطرة كما تكرنا على مثال محاربة النفايات هناك يعني تحيين في إطار قانوني تقوم بها الوزارة هناك انتقال فعلي لإعادة السد الأخضر يعني هناك أشياء تقام والآن عندما يكون هناك تحيين سنعطيكم النتائج طيب لما تحدث عن تحيين المخطط الوطني راجح كذلك بالدرجة الأولى إلى مجموعة من المتغيرات لأننا نعيشها على مستوى عالمي طيب لما نتحدث عن تحيين لابد أن نتدارك كل هذه النقائس بسرعة لأنه عامل الوقت لديه كذلك أهمية جد بالغة في ذل متغيرات وفي ذل مؤشرات كذلك مناخية تنذر بأمور لا تحمد عقبها مستقبلاً إذا لاحظت يعني خطاب يعني مدير تنفيذي لأمم المتحدة البارحة كان هنا خطاب يتكلم على أن النافذة لعمل شيء على تغييرات المناخية يتقلص من يوم إلى يوم نحن الآن نحن في تفاقية باريس وضعنا أنه نقوم بعملية تقريص إن بعتت الغازية إلى 2030 بحيث يسمح بما يكون هناك ارتفاء أكثر من 1.5 ولكن الآن كل الخبار يقولوا أن السيناريو لا يحدث الآن لن إذا لم نفعل في هذه القمة أو يعني القمة الآتية في سنوات يعني الخمس سنوات القادمة نكون هناك يعني كوارد كبيرة وسيناريوات كبيرة يعني يبدو انتاجات على الكرة الأرضية وفي هذا الإطار الجزائر يعني متقينة بهذه المسؤولية حيث في القمم تعمل مع دول إفريقية في يعني يرفع كلمة أن لا بد من أن يكون هناك مساهمة من الدول النامية للحد من التغيرات المناخية طيب أستاذ عبد الرحمن كذلك لما نتحدث عن تعهدات التي كانت ضمن قمة غلاسكو العام الماضي أربع نقاط اعتبرت نقاط جد مهمة لكن لحد الساعة بعض الدول أخلت بهذه التعهدات يعني ما هي السنوريهات المتوقعة في حال إذا لم يتم العمل على التخلص تدريجي من استخدام الفحم أحد أكثر أنواع الواقود الحفوري تلوثيا وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030 خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 وتقديم خطط عمل جديدة بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة نقاط اعتبرت جد مهمة وتعهدات لكن بعض الدول لم تلتزم بها في حال بقيت على هذا المنوال ما هي السونريوهات المتوقعة مستقبلا فيما تعلق بتغيرات المناخ إذا لم يكن هذه الأهداف غير مطبقة كل سيناريوات يعني اللي عبروا بها خبراء تغيرات المناخ الاجئة وده سيناريوات يعني احنا نلاحظ فيها الآن إلا تتذكرين الفيضانات في باكستان الأهداف من الضحايا هناك الجفاف هناك يعني هناك أشياء أخرى منها نتكلم على يعني لاجئين لاجئين مناخيين أشياء كثيرة ستحدث والجزائر ليست على من لازم تأخذ كل الاعتبارات لهذا يعني السيناريوات في هذا الإطار هناك مخطط للتكيف للتغيرات المناخية التي تقوم بها الوزارة مع تموين من الصندوق الأخضر للمناخ فيه هناك إجراءات لمحاربة التغيرات المناخية وللتكيف لهذه التغيرات المناخية طيب نقطة أخرى كذلك دائما ما يركز عليها في قمة المناخ فيما تعلق بأنه الكثير يتبع باهتمام خلينا نقول المساعدات إلى الدول الفقيرة فيما تعلق بهذا النقطة نقطة قمة المناخ فيه دول ليس بإمكانها وحتى لا تمتلك الوسائل سواء ماديا وحتى كفاءات بشرية من أجل العمل على التعامل مع التغيرات المناخية كاب 27 هل ستأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار أو لابد أن تأخذها بعين الاعتبار أولا سمحي لي لا أشاطرك الرأي في أن نقول مساعدة ليست مساعدة هذه ضريبة لازم تكون على الدول الفقيرة أو الدول النمية ليست مسؤولة للتغيرات المناخية أكيد الدول النمية هي المسؤولة إذا أخذنا الفرض الأوروبي الفرض الأوروبي الإنبعات من الفرض يعني من لكن الضريبة عادة ما تتفح الدول الفقيرة لما نشوف كوارث لما نشوف كوارث توقع ليست لها الهياكل يعني القاعدية والمنشآت القاعدية لمحاربة فيضانات أو جفاف أو كل شيء لهذا يعني هذه يعني لابد منها من الدول المتطورة أن تدفع هذه الضريبة ضريبة النمو لمخداش بعين اعتبار هذا الوفاء بالتزامات هنقدر نعم طيب نقطة أخرى كذلك لما نتحدث عن قمة المناخ فيه كذلك مطالب بضرورة التجاوب مع قرة إفريقيا وتنفيذ الدول المتقدمة تعهداتها دائما نفس النقطة اللي رهي تصب والكل ينادي بها خاصة من خلال العمل مع مفوضي المناخ للتحلي بنوع من المرونة في التعامل مع هذا الملف ما يبقاش فقط مجرد عنوين لا غير هذا كانت نقطة نقاش في كل القمام لأن الدول النامية لا بد منها احتياجات للتطور احتياجات لمحاربة التغييرات المناخية الدول المتطورة ترفض لدفع الأموال وهذا النقاش يعني حاد بين مختلف المفاوضين لأن في قمة باريس كان هناك اتفاقية لميائة مليار دولار سنويا ولكن لم توفي بوعودها الدول النامية وهذا محل نقاش كبير بين الدول طيب نعود مرة تانية للأستاذ أشرف أبو دوح الإعلامي من مصر مساء الخير مرة أخرى مساء الخير أستاذ أشرف أبو دوح نتحدث عن قمة المناخ كوب 27 والتي سميت بقمة التنفيذ إلى أي مدى اليوم الدول المتطورة هي أمام تنفيذ تعهداتها والتزاماتها فيما تعلق بتغيرات المناخية وما أصبحت اليوم وأصبحنا نشهده اليوم من انعكاس على عديد من الدول شوفي هو في وقعتين حدث العامين الماضيين وضعوا الدول الصناعية الكبرى أمام سوفيتها موضوع أزمة كورونا العالمية وتدعياتها على الجميع وأثرت على أوروبا يمكن أكبر تأثير التغيرات المناخية المباشرة التي جعلت من أوروبا تشهد انتفاض أو اتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوك وده جعل من الخبراء الأوروبيين أنه يدركوا تماما أنهم مش في منقى عن كل تدعيات السلبية للتأثيرات السلبية للبناخ والثورة الصناعية والتكنولوجي لأنهم كانوا بيعتقدوا أنهم بعيد شوية عن هذه التدعيات وأنه الدول العالم التالت فقط هي اللي بتتأثر بشكل وباشر إنما الآن أوروبا أصبحت متأكدة خاصة أنه التدعيات السلبية للتأثيرات المناخية يمكن منها برضو الهجرة غير الشرعية اللي حدثت لأنه طالما أنت تضغط على الدول النامية في بلدانها في تأثيرات سلبية متعلقة بالاقتصاد وخلافه بتظهر كمان هجرة غير الشرعية كل هذه في أمور كثيرة ضغطت على أوروبا وعلى أمريكا إنها تدرك أنها مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤوليات حرب الأوكرانية اللي أشر إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب وقفها في كلمة الاختتاح أيضا دي صنعت وصناعت أوروبا وأمريكا وروسيا يعني وهي الدول الكبرى التي تؤثر على الجميع بشكل سلبي في كل ممارساتها سواء الاقتصادية أو السياسية والعسكرية فالدول الدول الكبرى أصبحت تدرك أنها مش في منأة عن تدعاة السلبية لهذا الأمر الجميع يأمل أنه خلال الأسبوعين القادمين في منقشات شارم الشيخ أنه يكون فيه مظاهر إيجابية في تنفيذ أولا كمويل المالي لبعض الدول النامية اللي رسل بمئة مليار ثانيا الإجراءات المباشرة هناك بعض الدول منهم مثلا مصر خلال الخطة الماضية ذهبت إلى بعض الصناعات المتعلقة بالطلاقة المتجددة والنقل النظيف التحول إلى الصلحنا على تثمير التحول الأخضر لبعض المشروعات المصاحبة للبيئة لكن دائما أزمتنا وأزمة كل الدول اللي في مستواني الاقتصادي في العالم أنه أزمة التمويل هذه القمة فيه مظاهر إيجابية للمشاركة أنه المسؤوليات حددت ويبدو أنه الرقم إذا كان 750 مليون دولار هو فقط الذي توفر أرجو أنه يكون مع نهاية المقاشات يصل إلى مبلغ معين وموضعها بشكل دقيق ومحدد إلى بعض الدول تساعدها في مواجهة هذه المخاطر وأيضا التوصيات لا تخرج من بعض الإجراءات التي تتفق عليها الدول في ممارساتها الصناعية وممارساتها البيئية أشكرك جزيلا شكرا سيدة شرف أبو دوح الإعلامي حدثنا من مصر شكرا لك على هذه المداخلة وكل هذه الإضاحات حول ملفنا شكرا لك مرة ثانية نعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرحمن نبو قدوم أمام جملة هذه التحديات هل قمة كاب 27 ستحدث الفارق من وجهة نظرك لا هناك حضور رؤساء دول كثيرين في هذه القمة هذا ما يعطي الفرصة لتجسيد يعني معطيات جديدة ولتجسيد الأهداف المصدرة كما تكرت لك نافذة فعل يعني إجراءات إتخاذ إجراءات للمحاربة التغيرات المناخية تتقلص من يوم إلى يوم إلى يوم آخر إذا يعني أنا غاقي هذه القمة سيكون هناك تداعيات ليس فقط علينا ولكن الأجيال القادمة وهذه الأجيال القادمة لن تسمحنا لنا بهذا هل اليوم يعني قادة العلم اللي لهم اليوم مجتمعين في الشرم الشيخ مجبرون خلينا نقول بطريقة وبأخرى خاصة الدول التي تحمل مسؤولية كبيرة فيما تعلق بالتغيرات المناخية على ضرورة الوفاء الوفاء بالتزامات نظرا لإنعكاسات لا تحمد عقباها مستقبلا نعم كل السيناريوات الخبراء مطروحة لحد الساعة موضوع لأن إذا ما اخذناش الإجراءات هناك يعني أشياء كثيرة تحدث على تغيرات المناخية الضيفة تكرلك على الأوروبا القطب الشمالي درجة الحرارة وصلت إلى 40 كندا إلى 40 فيضعنا الجفاف يعني الكرة الأرضية في اختلال كبير في الأنظمة يعني للتقس أعاصر في مناطق لم تكن من قبل وفي هذا الإطار احنا هناك مثل يقول أن هناك احنا رأنا الجيل الأول للاحظ التغيرات المناخية ولكن إننا الجيل الأخير لنقدر نفعل شيء لوقف هذه التغيرات المناخية يعني في المستقبل لن يكون هناك فورص يعني وقف التغيرات المناخية طيب نعود للمخطط الوطني على مستوى وزارة البيئة وطاقة المتجددة أكيد تعملون وفق نقدر نقول بيانات محينة نظرا لأن التغيرات المناخية أصبحنا نشهد فيها متغيرات ما بين لحظة وأخرى على مستوى وزارة البيئة هل فيه نقدر نقول تنسيق ولتعامل مع عديد من الدول فيما تعلق بتحيين هذا المخطط الوطني لأن الجزائر ليست في منأة عن كل هذه المتغيرات المناخية ولا يوجد فرق ما بين أي دولة ودولة هناك في إطار اتفاقية باريس كل دول لابد من تحيين مخططاتها لتقريص من بيعتات الغاز بهذا الإطار كل دولة في كل خمسة سنوات لازم تكون هناك تحيين ولكن تحيين باجتهادة مجهود أكثر نقلص من 7% لازم أكثر من هذه النسبة ما فوق في هذا الإطار هناك على المستوى الوطني الكميتي الناسيونال دوكليما هذا يعني يلم كل مختلف القطاعات لنعمل يد باليد في محارفة تغييرات المناخية على غير المستوى الدولي هناك مجموعة إفريقية يعني هناك خباراء مفاوضين لي يعني يحاولوا إعلاء كلمة إفريقية في محاربة تغييرات المناخية هناك بلدان أخرى تشاطرون الرأي في الحلول للتغييرات المناخية الجي 77 ودول أخرى تشاطرون الرأي في الحلول اللازمة لأخذها لمحاربة التغييرات المناخية أشكرك جزيلا شكرا سيد عبد الرحمن بقدوم المدير الفرعي بوزارة البيئة شكرا لك على كل هذه الإضاحات التي قدمتها حول قمة المناخ كما نشكر ضيفنا أشرف بودوح الإعلام من مصر إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى ختم عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المناخ في أمان الله اشتركوا في القناة